بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في الأجندة في فضيحة تاريخية مجلجلة أصدر الحوثيون وثيقة رسمية تسمى اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة منحت هذه الوثيقة المنتسبين للسلالة الهاشمية امتيازات مالية يحصلون بموجبها على 20% من إرادات الدولة والثروات اليمنية بشكل رسمي غير الأمور التي هي بطريقة غير رسمية وهي جريمة أخلاكية وسياسية مكللة بالعار ليس فقط للحركة السلالية العنصرية بل لكل من تواطأ معها في هذه الجريمة بالتأييد أو بالصمت والمؤسف أكثر وأكثر أن السلاليين قد استندوا في شرعنة هذه الجريمة إلى مقولات يزعمون أنها دينية لدى المذاهب الإسلامية المختلفة وفتحوا أعين الناس على جانب آخر من المأساة الإسلامية هو جانب التحريف الذي طرأ على الإسلام بقصد أو بدون قصد عبر ما يسمى بمذاهب الفقهاء التاريخية تلك المذاهب التي جسدت ثقافة العرب أكثر مما جسدت روح الإسلام ومقاصده ومظاهر التحريف في الإسلام كثيرة لا حصر لها سنتناول منها الليلة مظهراً بسيطاً هو التحريف الذي طرأ على مقاصد الإسلام في موضوع الغنائم والفي والركاز بصورة أساسية وفي السياسة المالية للإسلام بصورة عامة والموضوع بطبيعة الحال واسع النطاق ومتشع ولن نتمكن في حلقة واحدة أو حلقتين من الإحاطة به لذا سنكتفي في هذه الحلقة بتسليط الضوء على نقاط محددة ومهمة بغرض إزالة اللبس والوهم الذي كانت تسببه مقولات الفقهاء لعوام الناس في هذا الموضوع فكونوا معنا عندما أعلن النبي محمد أنه نبي مرسل من قبل الله كذبه قومه كذبه قومه في مكة وسخروا منه وضيقوا عليه وحاربوا ثم كرروا في نهاية الأمر أن يقتلوا لو لا أنه هرب من بين أيديهم خلصة خارج مكة إلى المدينة فعلوا هذا فقط لأنه قال لهم إن الله واحد أحد فكيف لو قال لهم مثلا إن الله يأمرهم أن يدفعوا خمس أموالهم لبني هاشم كيف كان عيسوا وكان من أشد المحاربين له عمه الهاشمي عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب يمكن كان زاهد ما يشتيش الخمس كان من أشد المحاربين للنبي ومن ضمن الدعايات التي أطلقوها على النبي آنذاك بغرض تشويهه وصرف الناس عنه لما كان بينهم من تلك الشائعات قولهم إنما يريد بدعوته هذه تحصيل بعض المكاسب الدنيوية يريد المال أو السلطة والجاه يريد الخمس والولاية والمسيدة هكذا كفار قريش كانوا يتهموا النبي قالوا لا أنتم لا تريد بهذه الدعوة إلا المكاسب الدنيوية فنزل القرآن يرد عليهم ساخرا قل لهم يا محمد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم الأجر يا إلا على الله أنتم تزعمون بأنني أدعي النبوة لكي أحصل على المال طيب إذا حصلت فلوس من هذه الشغلة خذوها لكم يسخر منهم أما أنا فأجري على الله على طريقة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين القرآن يسخر من هذه الدعوة لأنها لا تليق بالنبي ثم يعود ويقول في آية أخرى لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أنا لا أريد منكم شيئا سواء أن تحافظوا على المودة التي بيني وبينكم باعتبار ما بيننا من كرابة قريش كلها كانت عبارة عن كرابة النبي له علاقة بكل كفار قريش كانوا كلهم سلالة واحدة وأسره واحدة قديمة واليوم يأتي من المسلمين من يؤكد نفس تهمة كفار قريش للنبي ويقول إنه بالفعل قد طالب أو طلب نظير نبوته أجرا يعطى لأكاربه من بعده أكدوا كلام كفار قريش ضاربين عرض الحائط بآيات القرآن التي تنفي طلب الأجر الدنيوي في مقابل النبوة على لساني الأنبياء السابقين جميعا من أول نبي إلى آخر نبي وهم يرددون نفس العبارة في القرآن الكريم وما أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وفي آية أخرى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الأجري إلا على الله جاءت على لسان نوح وعلى لسان هود وعلى لسان صالح وعلى لسان لوط وعلى لسان شعيب يعني على لسان كل الأنبياء العرب الذين سمع بهم كفار قريش اللي كان يعرفون كفار قريش أو سمعوا بهم نفس العبارة تكررة لا نريد أجرنا في مقابل النبوة أجرنا على الله فقط فهل تكررت هذه العبارة على لسان الأنبياء لكي يأتي بعد ذلك من يثبت التهمة على النبي محمد ويقول إنه طلب المال لأكارب النظير نبوة يعني أمر غريب ثم ضربوا عرض الحائط بالآيات التي تنهى عن تركيز الثروة في يد أكلية من الناس مثل قوله تعالى في تعليل حكم الفي كي لا يكون دولة بين الأغناء منكم يعني حتى لا يدور المال في أيدي الأغناء فقط القرآن يضع في هذه الآية فلسفة توزيع المال في الإسلام كل كي لا يكون دولة بين الأغناء منكم علشان ما يحتكروش أكلية من الناس بنوزع على الجميع عدم تركيز المال في يد أكلية كليلة من الأغناء هذه هي فلسفة الزكاة أيضا فلسفة الركاز وغيره أراد الإسلام إخراج نسبة من أموال الأغناء إلى الفقراء حتى لا تتركز الثروة في يد أكلية غنية فيفسد المجتمع فكيف يعقل بعد ذلك أن يخلق طبقا من الأغنياء فاحشية الثراء عبر باب آخر يسمى باب الخمس أو غيره هذا افتراء على الله وجهل بمقاصد الدين إذن من أين جاءت فكرة الخمس البني هاشب؟ هذا هو السؤال المركزي في هذه الحلقة والإجابة في الدقائق القادمة بإذن الله في وسط شبه الجزيرة العربية حيث لا توجد دولة آنذاك كانت مصادر الرزق قبل الإسلام محدودة وفردية كل فرد في المجتمع آنذاك يدبر رزق ما فيش دولة تدبر له ما فيش وظائف ما فيش بيت مال المسلمين ينفق على الفقراء والمحتاجين والذي لا يستطيع أن يدبر رزق إما يموت جوعا أو يبيع نفسه أو أحد أبنها رقيقا عبد أو يتحول إلى قطع طريق أو لص وناهب لماذا؟ لأنه لم يكن هناك مصادر عامة أو مؤسسات اجتماعية تغطي حاجة الفقراء والمحتاجين عموما والمنطقة كانت فقيرة كانت شحيحة فلما جاء الإسلام سد هذه الفجوة وفرض على المسلمين دفع نسبة بسيطة من أموالهم سماها الزكاة وفتح مصادر كثيرة للمال والزكاة كلمة تعني الطهارة في أصلها اللغة وكأن الإسلام أراد القول أن المال الذي تحتكر ولا تعطي منه للفقراء والمحتاجين هو مال نجس ولذلك لازم تطهر بأعطاء الفقراء ورغب المسلمين في الصدقات عموما في كل أنواع الصدقات الزكاة نوع من الصدقات ورغب في عتق الرقاب وفي غيره وأوجب التكافل الاجتماعي وفتح مصادر للرزق كثيرة للمحتاجين منها أن يحصلوا على بعض المال إذا حضروا مثلاً قسمة التاركة وإذا حضروا القسمة أولو القربة واليتامة والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفة يعني لا تمنوا عليهم كانت أموال الزكاة في الزمن النبوي تحتاج إلى مؤسسة تجمعها وموظفين وتصرفها في مصارفها المستحقة هذا محتاج مؤسسة وعاملين عليها وقد قام النبي بتأسيس ذلك باعتباره آنذاك ولي أمر الجماعة فعين عمالاً لجمع الزكاة وحصر المستحقين لها في مجتمعه آنذاك ووزعها على المستحقين له ثمانية أصناف أو ثمان فئات وقد لاحظ المسلمون آنذاك الذين جاءوا من بعد عهد النبي من بعد عهد الصحابة لاحظوا أن النبي لم يعطي من هذه الأموال لأكاربه من بني هاشم وغيرهم ولا لأهله وكان هذا أمراً طبيعياً لماذا؟ لأن آية الزكاة حددت مستحقيها ولم يكن في بني هاشم يومها من تنطبق عليه أوصاف المستحقين كل الزكاة وبدلاً من أن يقولوا ذلك ما فيش من بني هاشم من يستحق الزكاة فمنعها عنهم النبي بدلاً من أن يقولوا ذلك ذهب الخبثاء يخترعون حديثاً منسوباً للنبي يقول أنه لم يعطيهم من الزكاة لأنها أوصاخ الناس حرمها عليهم بدل منعها عليهم حرمها عليهم هذا هو التحريف تفسير عنصري لا يليك بالنبي ولا بأي شخص يحترم نفسه يقول عنها عن الناس أن هذه الزكاة أوصاخ الناس ثم رتب هؤلاء الخبثاء أو الجهل والحمقى رتبوا على ذلك أحكاماً أخرى خطيرة قالوا إن النبي لما حرم بني هاشم من الصدقة هم منعها عنهم بالأصح فقد عوضهم في بند آخر هو بند الغنائم مدام ما أعطاهم مش من الزكاة يعطيهم من الغناء وبعدهم فتحوا باب الغنائم هذه والسعوة المفهوم ثم أضافوا بنوداً أخرى كما سنرى بعد قليل إذا رجعنا إلى آية الصدقة في سورة التوبة نلاحظ أنها حصرت مستحقية في ثمان فئات أو في ثمان مصارف ثمان مصارف هي الفقراء والمساكين اللي هم أشد فقراً يعني وفيهم ذلة والعاملين عليها الموظفين اللي بيجمعوها ويصرفوها والمؤلفة قلوبهم الناس اللي عادهم الإسلام خايف منهم ويشتي ألف قلوبهم بعض القبالة كذا محتاجة في فلوس علشان تهدأ وما تتحالفش وتتحول إلى عدو وإتقوا الرقاب كان في عبيد كثير أيامها وما فيش مصدر لشراء حريتهم قال لهم من حقكم تكاتبوا أسيادكم تسووا بينكم بين أسيادكم مكتوب وأعطاهم منفذ يعني مصرف يشترؤوا مننا حريتهم يجمعوا من الزكاة القدر المعقول ويشتروا حريتهم والغارمين اللي عليهم ديون وغارمين في ديات ولا غيرها وفي سبيل الله سبيل الله يعني الحقوق والحريات تصرف عليها من الزكاة الحقوق والحريات يصرف عليها من الزكاة الدفاع عنها يعني الدفاع عن الحقوق والحريات ومن السبيل زمان كان الواحد ينقطع به السير في الطرق ويطلع عليه اللصوص ويقول طاعة الطرق ينهبوا ماله فلا يجد ما يسد به الرمك لا يجد حاجة يعني هذا ابن السبيل يأخذ من بيت مال المسلمين لاحظوا أن جميع بني هاشم آنذاك لم يكونوا من هذه الفئات التي ذكرنا لا هم فقراء ولا مساكين ولا مؤلفة قلوبهم ولا هم عاملين عليها ولا هم عبيد محتاجين يتحرروا ولا غارمين ولا عيال سبيل إذن من الطبيعي أن لا يحصلوا مثل غيرهم من أم شباههم على نصيب من الزكاة فمنعهم النبي من الزكاة لهذا السبب وبعد مرور عشرات السنين من وفاة النبي ظهرت روايات وتفاسير عجيبة جريبة تأثرت بالصراع الأموي الهاشمي ثم بالصراع العلوي العباسي وإذا بهذه الآراء تتسرب إلى كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفكر ونسبوها إلى كلام إلى الوحي وهي عبارة عن فضائح فضائح أخلاكية وعورات فكرية لم يكن أصحابها يستحقون منها في تلك الأزمنة لأنهم أزمنة يعني للأسف الشديد كانت أزمنة بدائية ويعني ما كانش يستحوا من الكلام هذا لأنهم بدائيون مجتمعات بدائية الفقهاء القداماء كانوا ناس بدائيين بسطاء يعني مجتمعات متخلفة بسيطة مقارنة بما نحن فيه اليوم فلذلك ما كان يستحوا يقولوا هذا الكلام ما يستحوا يقولوا أن البني هاشم معهم نصيب من الكذا والكذا والكذا لأنهم نفسهم بناس بسطاء بدائيين مساكيين يرحموا مجتمعات بدوية كانت في طريقها إلى التحضر رويدا رويدا ومن هذه التفسيرات الغريبة تفسيرهم لآية الغنائم وآية الفي كما سنرى بعد قليل اضطر المجتمع الإسلامي الوليد في عهد النبي أن يخض عددا من الحروب مع أعدائه كانوا متنوعين دفاعا عن النفس أو تأمينا لمستقبل المجتمع أو رفعا لسلطة قاهرة تمنع الناس من حرية الاعتقاد والتعبير هذه كانت مبررات الحرب النبوية في زمن النبي الصحابة وكان مجتمع النبي حينها بلا دولة ولا مؤسسة النبي لم يؤسس دولة النبي أسس مجتمع حكاية أنه أسس دولة هذه خرافة من الخرافات لأن الناس يعني ما يقدرواش يميزوا بين الدولة والمجتمع السياسي ما يعرفوش أن الدولة لها شروط مختلفة تماما عن تلك الحالة وعن تلك الصيغة الدولة جيش ثابت ووزارات دواوين ثابتة فيها مصادر دخل ثابتة وفيها مصارف ثابتة ومعاشات وفيه عملة مختومة هذا كل ما كان موجود هذه لم تكن دولة كان مجتمع فقط لذلك كانت الآيات تنزل بأحكام قانونية تشريعية تنظم أحوال هذا المجتمع وبالمناسبة حتى ملوك الكبائل العرب الأخرى شيخ الكبائل كانوا يجمعوا ما يشبه الزكاة ويجمعوا إتاوات ويصرفوها فما كان يكون به النبي هو شكل من أشكال الإدارة الذاتية زي الشيخة اللي كان يمارسها هي شيخ عربي آنذاك يعني ما هيش سلطة ملك ولا سلطة رئيس جمهورية مثل ما بتزعم الحركة الإسلامية المعاصرة لأنها أرادت شيء من وراء هذا الكلام ومن ضمن ذلك من ضمن هذه الترتيبات من ضمن هذه التشريعات التي نزلت أحكام خاصة بالغنائم والفين تنظم عملية توزيعها في ظل غياب الدولة وقانون الدولة كان المقاتلون آنذاك بعد أن تنتهي المعركة يحصلون على مخلفات الأعداء من سيوف ودروع وخيول ونوك وجمال وبعض السلب يعني مسلوباتهم الشخصية وغيرها مما تسمى غنائم حرب ولأن الإسلام لا يحب تركيز الثروة واحتكارها في يد أكلية وإشاعة الحسد بين المسلمين لهذه الأسباب فقد نزلت آية الغنائم بعد أول معركة في الإسلام لمعركة بد تقول للناس اللي غنموا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولد القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل لله هذه كلمة مفتتح كلام لكن المقصود للرسول وللفئات اللي بعدها الآية واضحة تماما الآية تخاطب المقاتلين المؤمنين بالقول انتبهوا هذه الغنائم التي حصلتم عليها ليست ليست كلها لكم خذوا منها أربعة أخماس واتركوا خمساً يوزع على الفئات الآتية لله والرسول كنا الله هنا مفتتح كلام فقط للرسول بوصفه متفرغاً لقيادة المجتمع والجماعة وإدارته وما عندوش فرصة لممارسة نشاطات خاصة للرزق لأنه متفرغ لإدارة الجماعة بهذا الاعتبار له نصيب من هذا الخمس ولأكاربكم لذي القربة أكاربكم أيها المقاتلون اللي هم جالساً في البيوت اللي ما خرجوش معاكم أعطوه علشان ما يبقاش في النفس شيء عليكم على اعتبار أن الأقربين أولى بالمعروف وآيات القرآن دائماً ما تذكر حق الأكارب من المال عادة تهتم بالأكارب في مجال توزيع الأموال كما رأينا في آية القسمة من قبل إذا حضر للقربة يعني في القسمة وبعدين قال للمساكين وأبناء السبيل وذكر الله في أول الآية كما قلت جاء ذكر لفظ الجلالة هنا كمفتتح كلام من باب الأدب مع الله أنه الله صاحب الملك كل وبرغم وضوح هذه الآية وقربها من الفهم إلا أن أغلبية المفسرين الذين وصلت إليهم أو وصلت إلينا عفواً كتبهم قد انحرفوا بها بعيداً تماماً عن حقيقاتهم ولكتها ومكاصدها زعم الفقهاء والمفسرين أو المفسرون أن عبارة ولذي القربة تعني كربة النبي محمد من بني آشم بأي حجة قالوا ذلك قال أحدهم أو بعضهم لأن الألف واللان في كلمة القربة هي في مقام المضاف إلي والمضاف إلي هنا هو الذي يؤتي الغنيمة وظنوا أن الذي يؤتي الغنيمة هو النبي وهذا كلام غير صحيح هذا خطأ فاحش في الفهم وفي التفسير لأن الذي يؤتي الغنيمة ويؤتيها هو المقاتل الذي حصل عليها الآية تخاطب المقاتل لأن الذي يؤتي الغنيمة هو المقاتل الذي حصل عليها الآية تخاطب المقاتلين ولا تخاطب النبي واعلموا أنما غنمتم من شيء أنتم أيها المقاتلون ومن ثم فإن ذي القربة هنا تعني كرابة المقاتلين وهذا أمر بدهي أمر بسيط واضح لا يحتاج إلى ذكاء ولا إلى بحوث ودراسات وقراءة عشرات الكتب لا بسيط لأنه أول معنى يتبادر إلى ذهنك إذا كنت تكرأ القرآن بنفسك لا بعيون المفسرين الذين تأثروا بثقافات عصورهم إذا ما فيش في ذهنك كلام الفقهاء ستفهم هذا الفهم البسيط هذا لا أكارب النبي أكارب المقاتلين وليس أكارب النبي إذن عصور هؤلاء الفقهاء في جانب كبير منها عصور انحطاط كما نقول والمفسر بشر لا يستطيع أن يتغلب على ثقافة التمامن مثل ما أن العنصري لا يستطيع أن يتغلب على ميوله العنصرية الشاذة بسهولة لأنه تربى عليها اليوم يلا لما تنزع من عنصريتك كأنك تنزع ضرص مش سهل عليه أنه يتخلص من هذه التربية البائسة مش سهل عليه كانت عصور انحطاط عصور الفقهاء والمفسرين القدامى ينبغي أن نقولها بصراحة وينبغي أن يفهمها الجميع كانت عصور متخلفة ومنحطة اللي جاءت بعض عصور الصحابة بالذات بعد عصر الصحابة والفقهاء على رأسهم كانوا ينهلون من هذه الثقافة المنحطة لم يتخلصوا من ثقافة العبودية وثقافة الرق رغم أن القرآن كان كتجفف منابع العبودية والرق وصرف الموجود منها بطرق عديدة صرفها ومع ذلك ظل الفقهاء إلى القرن العشرين أو البداية القرن العشرين يتعاملون بالركيك والجواري والإماء إلى بداية القرن العشرين لماذا؟ ذلك أنهم كانوا يكرؤون الدين بعيون ثقافتهم لا بعيون الوحي النكي الصافي وهذا أمر طبيعي اللي مش طبيعي نحن نتبنى كلامهم هكذا جملة وتفصيلان ونرفعهم إلى مصاف الأولياء الذين لا يخطئون هذا عن الصدقة عن الغنائم عفوا فماذا عن الفيء والركاز؟ وهي المصادر الأخرى للارتزاك السلالي هذا ما سنتناول في التقائق القادمة قلنا إن الغنائم هي مخلفات الحرب التي يحصل عليها المقاتل المنتصر في أرض المعركة لكن هناك أنواع أخرى من الغنائم يحصل عليها المقاتلون بدون قتال تسمى فيئا الفيء يعني مثل فيئ بن النظير الذين طردهم النبي من جوار المدينة بعد أن غدروا به فتركوا وراءهم أسلحة وبيوت ومزارع وما شابه ذلك هذه كانت تركة ضخمة آنذاك ولأنها تركة كبيرة فقد نزل الوحي بحكم جديد غير حكم الغنيمة يفصل فيها هذه ما عدي السيوف ودروعي يحصلوا في الأرض المعركة لا الآن هذه تركة ضخمة هذه محتاجة أحكام جديدة قال الوحي هذه لا توزع على المقاتلين كما توزع الغنائم يعني أصلاً لم يقاتلوا لأنها لو مزعت بين المقاتلين الذين حاصروا بن النظير مثلاً فإن ذلك سيخلق فئة من الأثرياء بدون وجه حق ثراء فاحش أولاً لأنها جاءتهم بدون كتاب فلا فضل لهم فيها ثانياً لأنها ليست مجرد أسلحة ودروع ومخلفات معركة هذه تركة كبيراً من الأموال وفي هذه الحالة ينبغي أن يتولى النبي نفسه تصريفها وتوزيعها بينكم بنفسه بحسب معرفته وبحكم ولايته العامة يعني بنعتبر الدولة النبي هنا بمكان ولي الأمر كأنه هو الدولة هي المفروض لو في دولة ترجع الغنائم والفيء وكل هذه المصارف للدولة توزعها بطريقتها لكن لأنه ما كان فيش دولة كان القرآن يوزعها في الطريقة المعقولة فكلهم القرآن ما أتاكم النبي منها فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو بدون تذمر وبدون زعل لأنه حصل زعل لما وزعها النبي قال تعالى ما أفعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لماذا هذا كله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو كدون زعل ولا غضب وكان بعض المسلمين قد أخذ في نفسه على النبي لأنه أعطى بعض المهاجرين حصة أكثر من غيرهم فذكرتهم الآية ذكرت الزعلانين هذولا بأن هؤلاء المهاجرين أو الفقراء منهم تركوا بيوتهم في مكة وأموالهم وهاجروا بدينهم ومن حقهم أن يحصلوا على حصة جيدة من هذا الفي لأنهم بلا يعني ما هم زي الأنصار عندهم أراضي عندهم مصادر رزق عندهم كذا هذولا تعبوا جاهدوا ولولا الجهاد النبي هذا وجهادهم معه ما حصلتم أنتم ولاهم هذا الرزق فذكرهم بذلك وقال لهم بعد هذه الآية مباشرة قال يعني الفي هذا اللي ذكره للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا حقكم لكم ولهم يعني طبعا بعد ما وزعت الآيات للفقراء وابن السبيل وغيرهم من الأنصار وغيرهم يعني المصارف السابقة ذكرت بأن هذا الحصة الزيادة لأعطاء النبي للمهاجرين أو لفقراء المهاجرين بهذا الاعتبار آيات الفي أيضا واضحة وليس فيها أي أشكال زي آيات الغناء واضحة فهل سيتركها المفسرون هكذا واضحا لوجه الله طبعا لا لازم يعملوا صرصار فوق الكيكة يكون معك تورتا كذا جميلة ويحطوا لك صرصار فيها فإذا بعمة المفسرين يقولون إن عبارة والده القربى في آية الفي تعني أيضا كرابة النبي محمد من بني هاشم وبني عبد المطلب هذا هو الصرصار اللي يحطوه في التورتا هكذا بدون أي تأصيل لغوي غصين ولا كلفون نفسهم يبحثوا الاحتمالات الأخرى في الآية لم يتعبوا أنفسهم في تقليب الاحتمالات العلمية ومناكشتها بمنطق علمي محترف يمكن يكون المعنى هو المعنى الآخر هكذا ونسوا أن جوهر الآية موجود في قوله كي لا يكون دولة بين الأغناء منكم فعلوا عكس مقصد الآية تماما وكأن هناك أيامها قوة خفية غير منظورة كانت تسرب هذه الأحاديث والأفكار وتدفع الفقهاء والمفسرين إلى تبنيها بهدوء وهم مخدرين دون أن يلحظوا فسادها ودون أن يلحظوا تعارضها مع منطق القرآن ومنطق العكل ومنطق اللغة ويا ليت المصيبة توقفت عند هذا الحد بل إن بعضهم سحب أحكام الغنيمة وأحكام الفي على الركاز مع أن غنيمة وفي من الكفار سحبها على الركاز ووسع مفهوم الركاز إلى الركاز يعني ليشمل الثروات الطبيعية المكنوزة في باطن الأرض والبحر وفهوم الركاز هذا يحتاج وكفة أخرى نفصلها في الدكائق الكادمة لدى الفقهاء مصطلح يسمى الركاز والركاز عند العرب قبل الإسلام هو الموجودات المدفونة في باطن الأرض من الأشياء التي لها قيمة يمكن أن تبع وتشترى وينتفع بها هذا قبل الإسلام أما الركاز في الإسلام فهو هذه المدفونات إذا كانت من أموال الكفار يعني حصلت كنز ذهب سواء دفن الشخص أو اندفن عليه بأي طريقة من الطرق من أموال الكفار هذا يسمى ركاز عند الفقهاء أما إذا كانت من أموال المسلمين ما تسمىش ركاز تسمى لقطة يعني مسلم دفن شيء ولا اندفن بيته وجاءوا ناس من بعد بعد عشرات السنين ولا مئات السنين وحصلوا ذهب ولا حصلوا كنوز ولا أشياء انتفعوا بها هذه لا تسمى ركاز هذه تسمى لقطة لأن الركاز بس حق الكفار لكن جاء فقهاء آخرون من داخل الفقه الإسلامي وسعوا مفهوم الركاز وقالوا الركاز هو كل المعادن والكنوز المدفونة في الأرض سواء مما دفنه الإنسان أو اندفن عليه أو دعاه الله في باطن الأرض بالذات الأحناف وسعوا هذا المفهول كالذهب والفضة والنفط ذكروا النفط الأحناف ذكروا النفط والماء قالوا والماء والزئبك والجص وغيره والكحن كل هذا يسمى معادن وغير ذلك من الأشياء التي تبع وتشترى وينتفع بها كما قلنا ورواوا حديثا عن النبي يقول قالوا الركاز نسبوا للنبي أن النبي قال هو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض قالوا أن النبي قال هكذا وقالوا أن النبي قال فيه الخمص هكذا رواوا لا ظهر النبي كان المسلمون في العصور التي ظهرت فيها المذاهب وظهرت فيها فكرة المفتي والمستفتي كانوا مثل بني إسرائيل يسألون عن حكم الشرع في كل شاردة وواردة مع أنه ما هوش مطلوب كان بإمكانهم أن يسترشدوا بقيم الدين العليا دون حاجة إلى أحكام تفصيلية قانونية فهذولا راحوا يتساءلوا يسألوا بعضهم بعضا ما حكم الركاز إذا وجدناه في باطن الأرض فخرج لهم حديث عن النبي هكذا كان دائما لا فيه شيء يخرجوا لهم حديث شوالك كذا قدم موضعينها يخرجوا منها لا ظهر النبي خرجوا حديث يقول في الركاز الخمص يعني أربعة أخماس لمن وجده وخمص يصرب في مصارف أخرى لا بأس لكن بشروط ما هيش المشكلة هنا المشكلة أنه مختلف في هذه المصارف التي تكلموا عنها ما هي فقال بعضهم يصرف الركاز في مصارف الزكاة المعروفة اللي ذكرناها الثمانية وقالت الأكثرية حكم الركاز حكم الفي حكمه حكم الفي يصرب في مصارف الفي طيب ما حكم الفي اختلفوا برضو أجاب الشافعي قال حكم الفي هو حكم الغنيمة يعني يوزع أخماس منها خمص لبني هاشم وبني عبد المطلب ومن معهم من الفقراء والمساكين ولكذا وبعضهم قال الخمص كل البني هاشم لأنه لفقرائهم ومساكينهم وكذا معاد النسي ومساكين الناس وفقرائهم ابن السبيل ومن المعروف لدى الفقهاء أن الشافعي هو أول فقي يخمس الفي الفي ما بيش في التخميس في القرآن الغنيمة فيها تخميس الشافعي هو أول فقي يخمس الفي قال نخمسه مثل الغنيمة مع أنه آية الفي تذكره الخمص ولا غير وهنا يجب أن نلاحظ مسألة كدت تزعج البعض لكن لازم نقولها هي أن الشافعي من بني عبد المطلب وكان حريصا على إدخال بني هاشم بني عبد المطلب عفوا في مفهوم آل البيت كان يؤصل لهذه الفكرة ليش؟ لأنه كان بني هاشم لهم خمص من أموال من بيت مال المسلمين وكان حريص على أموال الخمص من الغنيمة والفيت لأنه كان بيحصل راتبة من الخمص هو الشافعي نفسه عايش طوال حياتك كان عايش على الخمص سنة على راتب من بيت مال المسلمين من الخمص من المهم نعلم أنه راتبا من بيت مال المسلمين هذا الكلام مش كلاما كما ذكره المؤرخون ومنهم ارجعوا إلى أكرب مرجع ذكره محبه الهاشمي أيضا محمد أبو زهرة صاحب كتاب الإمام الشافع طبعا هذا ليس تشكيكا في دين الشافعي بالطبع وإنما هو تشكيك في كداسته لأنه في ناس خلاص حولوا إلى كدس الأكداس حولوا الفقهاذ لو للآئمة إلى ناس لا يطالهم العيب وهم ناس عادين بشر عادين جدا عادين الرجل لم يكن ملاكا ولا منزان عن حظوظ النفس والطمع كما تصورك كتب الأتباع الذين خلقوا لنا شخصيات أسطورية مختلفة عن الشخصيات الواقعية وقد لاحظ العديد من الباحثين أن الرجل كان متعصبا لكن بذكاء لعشيرته الهاشمية كان متعصب وفيه كصاص وأنه لم يكن بريئا تماما من هذا الأداء المهم أن الفقهاء اختلفوا في أحكام الركاز وفيه مفهوم الركاز وفتحوا فجوة كبيرة يدخل منها شيطان العنصرية المتركب المتحفز فإذا بعضهم يطالب مثل ما سمعتوا في العصر الحديث يطالب بأن يمنح الهاشميون حصا من خمس الخمس في التراوات الوطنية أما الزيدية أو الهدوية قالوا الخمس كله ونسوا أن أحكام الفي تتحدث عن أموال الكفار لعن أموال المسلمين وبروا أحكاما خطيرة جدا على أوهام لم تأخذ حقها من التحقيق العلمي عنده هذا في مذاهب أهل السنة أما مذاهب السلاليين في المذهب الهدوي مثلا فقد تعاملوا مع أموال المسلمين وكأنها أموال كفار وهم عندهم طبعا مصطلحة كفار التأويل هم بيعتبروا كل من خالفهم كافر من كفار التأويل ولذلك يستحلوا ثروتها ويعاملوا كمعاملة الكفار هذه أموال غنيمة مفيد هذا هو التفسير الوحيد لجرأتهم في إصدار ما يسمي بقانون الزكاة الأخير أو اللائحة التنفيذية لهم لكنهم طبعا لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن وضع لهم فقهاء السنة وضعوا السرج على ظهر المجتمع الإسلامي الذي ابتلي بالطائفتين للأسف الشديد نخرج من هذه الجولة السريعة والمؤلمة ومن مثيلاتها السابقات واللاحقات نخرج بحقيقة موجعة وخطيرة تقول إن الإسلام قد تعرض لسوء فهم واسع النطاق في الأزمنة القديمة وأن الفقهاء والمفسرين وشيوخ الدين قد بذلوا وسعهم في فهم الدين لكنهم لم يستطعوا دائما التفوق على ثقافتهم ولا التغلب على أقدارهم وظروفهم والوصول إلى مستوى السموة القرآني ما قدروش الإنسان ما يقدر ينخلع من ثقافته بسهولة ومن تربيته كان الإسلام متقدما على الفقهاء بأشواط بعيدة كان متقدما على ثقافتهم وعلى إمكاناتهم العلمية وإمكاناتهم الملهجية فلم يستطيعوا مواكبة الإسلام آنذاك وكل الذي قدروا عليه هو أنهم صنعوا نسخة تاريخية من الإسلام نسخة عربية من الإسلام فيها كل عيوب العرب وكل عيوب التاريخ كل عيوب الفهم الإنساني المحكم بظروف الزمان والمكان هذا اللي بتقرأوا في كتب الفكر هو النسخة العربية من الإسلام وليس النسخة الإلهية هذا ماوش الإسلام المنزل النكي هذه نسخة ملونة الإسلام مثل الماء نزل أبيض شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة المذاهب هذه هي العصائر الملونة اللي صنعها الفقهاء وكان المفروض أن نتعامل مع ميراث الفقهاء والمذاهب الدينية بوصفه تراثاً بدائياً في الفهم لا منتجاً علمياً نهائياً تأنه لا يقبل النكد ولا المراجعة والشك كما يفعل التلموديون أو كما يقول التلموديون الجدد معنا ناس تلموديين مثل التلموديين حق بني إسرائيل يدي لهم الله كتاب يسيروا يتابعوا الكتاب اللي الثاني التراث الفقهي والمذهب الإسلامي هو تراث علمي تراث علمي والعلم لا يولد مكتملاً إلا عند العرب والمسلمين العلم يولد طفل وبعدين يكبر مع الأيام أما عند العرب يولد بن 40 سنة جاهز ما كانه الشافعي فهو الكلام النهائي ما كانه مالك وابن حنبل وفلان وابن تيمية وابن زعطان وابن فلتان هو الكلام النهائي من يصل مصوان في العلم والفهم الإسلام فهم مرة واحدة وانتهى وإلى الأبد هكذا وكأن الأجيال الباقي هذه وظيفتها بس أني تتأمل وتعيش على فتاة هؤلاء الفقهاء مع أنه منطق العقل ومنطق العلم ومنطق الدين يقول إن الحاضر أكمل من الماضي في جانب العلم تحديداً ما داب نتكلم عن علم الحاضر أفضل من الماضي أكمل منه أكثر كمالاً والمستقبل أركى من الحاضر والماضي في مجال العلم كلما تقدم الإنسان في الزمن زادت معارفه هكذا يقول العقل والعلم والدين ما فيش وقت نشرح وكلما زادت معارفه الإنسان قلت أخطاؤه العلمية وزاد عقله كمالاً والمسلمون لم يستوعبوا بعد لماذا خطم الله النبوات بمحمد في القرن السابع لم يسألوا أنفسهم لماذا كرر الله سبحانه أن ينهي مسلسل بعث الأنبياء في تلك اللحظة من الزمن في القرن السابع الميلادي يمكن ابن رشد فقط الذي ألمح إلى ذلك لقد علم الله أن العقل الإنساني في تلك الفترة من الزمن قد بلغ مرحلة الرشد وأصبح كادراً على الاعتماد على نفسه بعد آلاف السنين من الضلال والتي العقل الإنساني قبل الكرن السابع قبل مئات السنين يعني من الكرن السابع كان حرضاً للزلل والتسلط الخرافة والأسطورة وكان ضعيف في الكرن السابع وما قبل الكرن السابع بقليل كأن العقل الإنساني أصبح ناضجاً كادر يفهم الحكائق بنفسه كادر يمشي على الوسائد ويمشي على رجلين يعني والكتابة في تلك اللحظة أصبحت في مرحلة نضج بعد انتشار وسائلها في أمم مجاورة كأنه أيضاً اكتشاب الكتابة كان له دور في ختم النبوات انتشار الكتابة وبالفعل بالعقل والكتاب المصدور يمكن للإنسان أن يكمل بقية مشواره على الأرض ولهذا ختمة النبوات كتاب مصدور مصدور هو القرآن الكريم وعقل الإنساني ما عد يحتاج بعد هذا الأنبياء ولا أولياء وأعمى معصودين كما يقول الشيعة لقد كانت فكرة الزمن جوهرية دائماً في موضوع الدين وكان الدين الإلهي يراعي هذا البعد بطرق كثيرة مسألة الزمن والتطور الزمني لكن الفقهاء ما استوعبوش الفقهاء المسلمون القدامى لم يتمكنوا والمحدثين لم يتمكنوا من استيعاب فلسفة الدين مع الزمن ما قدروا يستوعبوه لأنهم لم يكونوا أصحاب فكر تحليلي فأخطأوا فهم القرآن وفهموه على عكس مراده فأصبح الماضي الديني عندهم أركى من الحاضر وأقرب إلى حقيقة الدين الماضي أقرب إلى الدين من الحاضر عندهم مع أن الدين لا يفهم إلا بالعلم والعلم يتقدم تقدم الزمن وبسبب هذه الرؤية العكيمة أصيب الإسلام بسوء فهم حاد بين أبنائه وعلى مستوى العالم ما زلنا ندفع ثمن هذا السوء الفهم من دمائنا ومن حقوقنا ومن طموحاتنا ومن راحات بالنا ومن مستقبل أبنائنا ولا أمل كريب يعني في أن يستوعب المشائخ الدين التقليدين هذه الحقيقة أو هذا الدرس لا أمل أن يستوعبوا أبدا لأنهم أغلقوا منافذ الحوار والأخذ والرد وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ذيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وصلنا لختام هذه الحلقة نشكر متابعتكم ونلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا